ولتفاصيل أكثر ينضم إلينا من مخيم الأمعري من رامالله مرسل غدية حشية ضياء ليست المرة الأولى التي تعاني منها هذه العائلة من اعتداءات الاحتلال تفاصيل الاقتحام وهدم المنزل نعم كوثرها المرة الأولى التي هدم فيها هذا المنزل كان عام 1994 وهذه المرة هي الرابعة في عام 2019 التي تهدم قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة أبو حميد بحجة أن هذه المرة تحت ذريعة بأن قيام أحد أفراد العائلة وهو إسلام أبو حميد بعملية إلقاء حجر من الرخام صوبة وحدة خاصة من جيش الاحتلال في مخيم الأمعري أثناء اقتحامها في العام الماضي ومن ثم أدى ذلك إلى مقتل هذا الجندي الإسرائيلي هناك سلسلة من إدانات الشجب والاستنكار لما حدث على سبيل المثال نتحدث هنا عن رئيس نادي الأسير والقيادي في حركة فتح قدورة فارس قال بأن تنفيذ الاحتلال جريمة هدم منزل عائلة أبو حميد لا يستهدف فقط العائلة وإنما يستهدف كل معنى الوجود الفلسطيني وأيضا في محاولة لبث رسائل متكررة لكل فلسطيني يحاول مقاومة الاحتلال وإجراءاته فارس أيضا ضع الحركة الوطنية الفلسطينية لتوقف مطولا أمام خياراتها فيما يتعلق بمواجهة الاحتلال واستخلاص العبر من العملية السياسية التي سحقتها الآلة الإسرائيلية لمحاربة الوجود على مدار أكثر من ربع قرن نلاحظ بأن أيضا هذه العائلة قدمت فعليا كوثر عدد من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية هناك خمسة من أبناء أم ناصر أبو حميد هم داخل الزنازين والسجون الإسرائيلية على سبيل المثال ناصر أبو حميد المعتقل عام 2002 هو محكوم بالسجن المؤبد سبعة مرات وخمسين عام ناصر شقيقه أيضا محكوم بالسجن المؤبد خمسة مرات شريف محكوم بالسجن المؤبد أربعة مرات ومحمد معتقل منذ عام 2002 ومحكوم أيضا بالسجن بالمؤبد مرتين وثلاثين عام إضافة إلى شهيد أيضا كان سشهد في سنوات سابقة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي نحن نتحدث كوثر عن عائلة مناضلة قدمت الغالي والنفيس في سبيل الوطن بشكل أو بآخر ولكن بطبيعة الحال نحن نلاحظ بأن هذه العائلة لازالت تصمد وقول أم ناصر أبو حميد بأن لا يهم هدم البيت لكن المهم هو الروح شكرا جزيلا لك ضياء حشية مرسل غد كنت معنا من مخيم الأمعار برمالله شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك